بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلبة التعليم الفني الصناعي الشعبة المعمرية جدرات الصف الأول بناء إن شاء الله أنه اليوم بنستكمل ما بدأناه في الحلقات السابقة وكنا بنتكلم وشرحنا عن وحدة أعمال البناء بالطوب على الطريقة الإنجليزية ويا شباب احنا بنذكر إن احنا قلنا إن وحدة أعمال البناء بالطوب على الطريقة الإنجليزية بتشتمل على ثلاث مخرجات طبعا في الحلقات السابقة كنا شرحنا المخرج الأول وهو الحوائط المستقيمة وإن شاء الله بنستكمل الحوائط المخرج الثاني اللي هو الحوائط المتقبلة في الحلقة اليوم إن شاء الله طبعا إحنا بس هنذكر قبل بداية الشرح في هذا المخرج إن احنا قلنا إن تعريف الطريقة الإنجليزية لابد إن إحنا من أنتوا يا شباب ما ننساش هذا التعريف لإن إحنا هنستخدمه إن شاء الله طوال مخرجات الوحدة باستمرار وهنذكر بالتعريف إن هو رص قوالب الطوب بحيث يكون المدماك الأول شنويات والمدماك الثاني له أديات أو العكس مع مراعاة وضع قنيزر بعد كل أدية ترويسة وطبعا في الحلقات السابقة كنا تكلمنا عن المصطلحات لإن أنت شباب دايما لابد إن أنت تحفظ المصطلح بالتعريف الخاص به طبعا المسميات اللي هو مش متابع معنا أو مش حافظ المصطلح هتبقى غريبة عليه يعني لما نيجي نتكلم عن الأدية أو الشناوي هنرجع تاني للمصطلحات ونبقى نعارفين التعريف بتاعها الخاص به طبعا إن شاء الله هنبتدي كده في المخرج ونبتدي نقول إن أنا عندي معايير الأداء لمخرج تعلم اتنين اللي هو تنفيذ الحوائط المتقابلة طبعا على الطريقة الإنجليزية قلنا الوحدة اللي إحنا شغالين فيها هي الطريقة الإنجليزية طيب الأول هنبتدي نتعرف على معايير الأداء وبعد كده نبتدي نمسك معيار معيار ونبتدي نشرح فيه طبعا عندنا اتباع قواعد الأمن والسلامة والصحة المهنية ده معيار هيتم بقياس العمل عليه فلابد أن أنت هتتبعه بالتمام بحيث أن أنت هيبقى فيه قياس على هذا المعيار طيب المعيار الثاني قراءة المصطلحات الفنية للمهنة ده كده جميل جدا ده المعيار الثاني وإحنا قلنا إن شاء الله بالتفصيل هنخش في المعيير معيار معيار المعيار الثالث تجهيز العدد والأدوات والخامات طيب نخش على باقي المعيير هنجد أنه هو بيقول لي يحدد نسب خلط المونة المستخدمة طبقا لنوعية الأعمال جميل جدا قراءة الرسومات الهندسية أنا في عندي رسومات هندسية هتبعها قبل بدء التنفيذ بحيث أن أنا أكون ملم بكل القياسات الخاصة بالتمرين بتاعي أو العمل اللي أنا هنفزه لو أنا اتخرجت إن شاء الله وشغال في شركة يبقى أصبح أن العمل ده لابد يصبقه رسومات هندسية طيب دخلنا بقى خلاص احنا عملنا المعيير اللي هي الأساسية كده دخلنا في المعيار اللي هو ينفذ بناء الحواق المتقابلة بأنواعها عندنا أسماك مختلفة حسب الحواق المطلوب تنفيذه تمام طيب هنخش بقى إيه في المعيار الأول اللي هو قواعد الأمن والسلامة قواعد الأمن والسلامة لابد إن أنا يكون عندي مهمات للوقاية اللازمة المهمات ديت دايما أنت في كل مخرج أنت شغال فيه قبل التنفيذ هتتعود على هذه المهمات ومفروض أن أنت تكون بنحضرها بحيث أن ما ينقصهاش أي شيء طبعا المهمات دي هتشتمل على الخوزة وطبعا إحنا عارفينها أن هي بتستخدم لحماية الرأس وشرحناها قبل كده في وحدة الصحة والسلامة المهنية تمام القفزات وهتستخدم لحماية اليدين الأفارول يستخدم أثناء العمل لحماية الملابس حزاء السلامة والغرض منه حماية القدمين طيب هنتعرف كده على شكل المهمات الموضوع بالنسبة لنا كده سهل وجميل يبقى أن دي المهمات اللي أنا هحضرها قبل بداية العمل طيب هنبتدي تجهيز العدد والأدوات والخمات المستخدمة أنا في عندي القدوم البناوي عندي الزاوية لأننا نحن نقول نحاقة متقابل عندي شريط القياس اللي هو المتر عشان لو أنا في عندي أبعاد هقدر أن أنا يسهب المتر تمام في عندي ميزان المياه واللي احنا خدناه قبل كده في وحدة العدد والأدوات وقلنا يا شباب أن ده من الأدوات الضبط المهمة جدا لدرجة أن احنا بنطلق بنطلق عليها مسمى روح التسوية يعني بدونه هفقد عملية الضبط وعملية التسوية طيب هنكمل كده وهنلاقي دليل الخيط ده الدليل اللي بيتم ربط المدماج أو الصف اللي احنا بنبني فيه طبعا تعريف المدماج هو صف أفقي من الطوب عشان كده احنا قلنا دايما المصطلحات لابد أن انت تكون منتبه لها وحفظها وفاهمها تمام طيب يبقى دليل الخيط بيربط لي ما بين قالب الترويسة الأول وقالب الترويسة التاني داخل المدماج الواحد اللي هو الصف الواحد طيب في عندي ميزان الخيط طبعا ده لعملية الضبط الرأسي وإحنا ان شاء الله أثناء التنفيذ هنتعرف على عملية ميزان الخيط في ازاي بيزبط لي الضبط الرأسي طيب في عندي أداة التكحيل لأننا لما بخلص خالص لابد أننا الشكل اللحمات بتاعت يكون فيها تناسق الزيادات اللي في المونة هذه الأداة بيتم عمل تسوية هذه الزيادات طيب عندي المصطرين بنوعيه يعني ايه بنوعيه تعرفنا قبل كده في وحدة العيدة والأدوات قلنا أننا عندي في المصطرين البناء بنسميه مصطرين الضفرة بيكون واخد شكل بيضاوي من الأمام طيب مصطرين تقليب المونة مصطرين المستطيل العيدل طيب في عندي المهزة لفصل الشوائب عن الرمل عندي الأصعى بتاعتي تمام اللي هي احنا بنعبي فيها المونة بحيث أننا أقدر أشتغل من خلالها آخر حاجة عندي العربة اللي بتنقلي الخمات سواء بتنقلي الطوب أو بتنقلي الخمات المون اللي هي الرمل والأسمنت طيب اتعرفنا كده على العيدة والأدوات هنبتدي نقول تجهيز الخمات المستخدمة طيب هنجهز إيه هنجهز الطوب لأول خامة هنبتدي نعمل على تجهيزها طبعا الطوب اللي احنا شغالين به أي أن كان في موقع العمل الصنف اللي احنا أو النوعية اللي مطلوب تنفيذها طبعا أنت بالنسبة لك داخل ورشة العمل بنشتغل بالطوب الرملي اللي هو مقاس 25 طول في 12 سنطي عرض في سمك أو ارتفاع 6 سنطي طيب بعد كده الرمل وأتأكد على أنه هو يكون نظيف تماما طيب آخر حاجة الأسمنت وهنقول برضو النسب بتاعتنا قد إيه بالنسبة قياسا بالنسبة للأسمنت والرمل طيب الجير في حالات لو أنا هشتغل مونة تدريب يبقى أنا بستبدل المونة الأسمنتية بمونة جيرية زي ما أنت بتشتغل في التدريب في الورش العمل داخل المدرسة المفروض إن إحنا ما بنشتغلش بمونة أسمنتية عشان التمارين اللي أنت بتشتغل فيها بيتم فكها ويتم إعادة التدريب عليها تاني فيبقى أنا بستبدل الأسمنت المونة الأسمنتية بمونة جيرية بحط رمل على جير بنسبة واحد الى ستة طيب لو احنا هنشتغل في العمل في الشركات المونة الاسمنتية بقى النسب بتاعتها لابد ان انت تكون عارفها ومطلع عليها انا عندي لزوم المتر المكعب مباني قلنا الطوب يبقى انا المتر المكعب مباني الطوب هيكون لابد ان انا حضر ربعمية وخمسين قالب ده كده كمية الربعمية وخمسين قالب يعادل لي المتر المكعب مباني طيب عندي الرمل هيكون هحتاج لبناء المتر المكعب مباني من الطوب هحتاج ربع متر مكعب رمل طيب هيوضع عليهم قد ايه ربع متر مكعب رابل هيوضع عليهم خمسة وسبعين كيلو جرام اسمنت خمسة وسبعين كيلو جرام يعني بالنسبة لي ما يعادل شكارة ونص احنا عارفين ان زنة وزن شكارة الاسمنت خمسين كيلو يبقى انا هحط على الربع متر مكعب رام شكارة ونص اسمنت اللي هي بالكيلو خمسة وسبعين كيلو جرام نشوف بقى لو انا احنا قلنا ذكرنا ده المتر المكعب طيب لزوم المتر المسطح تمام انا عايز ان انتو بس تركزوا معايا انا عندي فيه موان خاصة بالمتر المكعب هتبدأ من الحوائط اللي هي صمك قالب وما فوق طيب امتى ما اشتغلش بالمكعب لما كون انا شغال حوائط صمك نصف قالب يعني اتناشر سنتي ما ينفعش ان انا احسبها على المكعب يبقى حسابتها الحساب اللي احنا هنحسبه دلوقتي اللي هو المتر المسطح طيب الموان بتاعته ايه المتر المسطح اول حاجة بيقول لي ان الطوب بص معايا كده هتلاقي الطوب ستة وخمسين قالب تمام جميل جدا هيلزموا مونة مكونة من رمل واسمنت الرمل هيكون تلاتة من مية من المتر المكعب تمام ما يعادل نسبة تلاتة من المية من المتر المكعب طيب الاسمنت هضيف على تلاتة من مية من المتر المكعب رمل هضيف عشرة ونص كيلو جرام اسمنت كميل جدا ده كده هخلطهم الرمل مع الاسمنت هيدون يمونة كافية للمتر مسطح مباني اللي هو كام قالب ستة وخمسين قالب برافو طيب نبتدي بقى نخش في تنفيذ التمرين الاول لابد ان انا اعرف خطوات التنفيذ اعرف مواصفات التمرين يعني انا ابص كده هتبص معايا هتبص تلاقي بيقول لي خطوات تنفيذ بناء حاقة متقابل على شكل زاوية قائمة قلنا الحاقة المتقابل بيكون على شكل زاوية قائمة بمعنى انه هو ضلعين متقابلين مع بعض طبعا احنا هنعرف واحنا شغالين لان انا هيبقى فيه عندي ضلع على الوجهة فده بسميه الضلع الرئيسي الضلع المتفرع منه بسميه الضلع الفرعي واحنا بنشرح ان شاء الله الخطوات هتبتدي ايه تفهم مني وتنتبه معايا طيب نكمل بقى المواصفات هو بيقول لي تنفيذ حاقة متقابل طبعا سمك التمرين نصف قالب فيه نصف قالب تمام يبقى انا عند الضلعين كل ضلع السمك بتاع الضلع هيكون نصف قالب فيه نصف قالب طيب الطول لابد ان انا من مواصفات التمرين اعرف الطول سواء بالقالب او بالسانتي لو بالسانتي هقسم على طول القالب مضافا الي اللحام اللي هو خمسة وعشرين سانتي زائد سانتي تمام هيديني عدد القالب طيب هو هنا معرفوني بالقالب مساهل علي لان التمرين بتاعنا بيكون تمرين لحد ما مصغر من النموذج الطبيعي اللي انت هتشتغله في العمل في الشركات تمام طيب هو بيقول لي بطول ايه بيقول لي بطول خمسة قالب فيه خمسة قالب ليه كلمة فيه لان احنا اتفقنا ان هم ضلعين في الحواطر المستقيمة كنا بنشتغل ضلع واحد فبنذكر لك طول الضلع الواحد دلوقتي دايما هنذكر الضلعين فهنقول خمس قالب في خمس قالب طيب تعريف السمك قلنا وسمك النصف قالب على زاوية تسعين درجة يبقى الزاوية اللي هي تقابل ما بين الضلعين هكون زاوية قائمة بدرجة تسعين درجة تمام طيب اخر حاجة في التعريف دايما بيكون الارتفاع انا باخد الاول السمك سمك الجدار اللي انا هشتغل عليه عشان اقدر احدد شكل الجدار بعد كده باخد اطول الاضلع بتاعتي بعد كده باخد الارتفاع بقى انا هرتفع قد ايه بالجدار هو هنا بحددلي بلموذج التمرين وبارتفاع ست مدميك يعني اتنين واربعين سنتي طيب لو احنا فاكرين تعريف المدماج هنرجع بدايما هشوف احنا دايما بنقول ان دايما التعريفات احنا عايزين ان انت فاهمها اكتر من ان انت تكون حافظها طيب هنرجع للتعريف كده الناس هتبقى فاكرة معايا قلنا تعريف المدماج هو صف افقي من الطوب خلاص طيب مقداره قد ايه مقداره مساويا لسمك القالب مضافا اليه سمك طبقة المونة التي اسفله طيب نترجمها بالسنتي كده سمك القالب كام 6 سنتي طيب سمك اللحام او طبقة المونة التي اسفل القالب قد ايه مقدارها سنتي طيب يبقى هنجمع 6 زائد 1 هيديني سمك المدماج كله شامل القالب مع اللحام هيكون 7 سنتي طيب لما هنضرب 6 مدميك في 7 سنتي هيديني 42 سنتي يبقى انا كده بعمل عملية تحقق من الارتفاع بعدد المدميك لو هو ادى لك عدد مدميك وادى لك الارتفاع لابد ان انت تعمل اعادة تحقق منهم ربما يكون اللي كتب لك المواصفات اخطأ في حاجة يبقى انا بتحقق قبل عملية التنفيذ طبعا هنا بيقول لي اخر حاجة مطابقة للرسم الموضح يبقى هنا واحنا ان شاء الله قبل ما هنبدأ في التنفيذ ودي من ضمن اساسيات اعمال الجدارات ان انا ما بنفس على طول ما بتدتيش يعني ما ينفعش ان انا ابتدئ تنفيذ وانا اخفل الخطوات السابقة اللي هي من ضمنها عرض الرسومات الموضحة يبقى ان شاء الله الكلام دوت هناخده بالتفصيل طيب هنبتدي ندخل كده على الرسم الموضح هو بيقول لي مطابقا للرسومات الرسم بالنسبالي اللي انا التفصيلي ده بنسميه رسم تفصيلي لشكل التمرين قبل التنفيذ الرسم التفصيلي يا شباب لابد انه يحتوي على تلات رسومات اساسيين بالنسبالك التفصيلة الاولى انا عندي المدماك الاول وقلنا قبل كده المدماك اللي هو تعريفه الصف يبقى انا بالنسبالي الصف الاول اللي هو المدماك الاول وفوق منه يعلوه بالضبط في نفس النواصي في نفس اتجاهات النواصي المدماك الثاني هتلاقي عملية اللحمات وده احنا اتدربنا عليه في الحواقات المستقيمة وبنذكر فيها برضو في الحواقات المتقبلة ان بيكون ان انا براعي قطع الحل يعني ما يبقاش فيه الحام واقع فوق الحام يعني هنبص كده للمدماك الاول والكلام ده ان شاء الله في التنفيذ هنرعيه في المدماك الاول هو بادئ بقالب سليم اللي هو شناوي ومنتهي بقالب سليم شناوي لا في المدماك الثاني عكس بادئ بنصف قالب ومنتهي بنصف قالب من على الوجهة شكل اللي هو الابعاد بتاعتي ببدأ بنص في المدماك الثاني وبنتهي بنصف قالب طيب كده احنا شرحنا شرح توضيحي للمدماك الاول والمدماك الثاني كتفصيلة رسم تمام ووضح وتوضيح لعملية الربط طيب في عندي الرسمة التالتة اللي هي بتظهر عندك في التفصيل اللي هي بيكون مسقط رأسي المسقط الرأسي ده يا شباب بيمسلي الشكل بتاع الارتفاع للحائط شكل الحائط من خلال الارتفاع شكله ايه؟ وعدد المدميك يعني هو اهو قال لي ست مدميك في المواصفات طيب لو بصنا المسقط الرأسي يبقى لازم الارتفاع بتاعه في الرسم ما هيكون ست مدميك جميل جدا طيب بيبقى كده بالنسبة لنا الرسمات التفصيلية فاضل بس ان احنا نتعرف عليها بالابعاد بالسانتي عشان لو انت بتنفذ بشريط القياس هنراجع الابعاد بتاعتنا اللي احنا وضعينه في الادوات وشرحناه في الادوات في عندي الطول مية تسعة وعشرين سانتي تمام؟ اللي هو الضلع الرئيسي الضلع الفرعي برضو مية تسعة وعشرين سانتي لان احنا قلنا ان هو خمس قوالب في خمس قوالب طيب لو حبينا نترجم الكلام دوت نراجع القياسات اللي موجودة على الرسم الموضح تمام؟ هنقول ان الخمس قوالب هضرابهم في طول القوالب بخمسة وعشرين سانتي يبقى يبقى خمسة في خمسة وعشرين تمام؟ بمية خمسة وعشرين سانتي طيب انا هنا الطول بيقول لي مية تسعة وعشرين. طيب ما احنا ذكرنا قبل كده يا شباب. وقلنا ان عدد اللحمات اقل من عدد القوالب بواحد. يعني انا لو عندي خمس قوالب محصور ما بينهم اربع لحمات. وصمك اللحم سنتي. يبقى اربعة في واحد سنتي باربعة سنتي. زائد المية خمسة وعشرين عدد القوالب السليمة يديني بالزبط مية تسعة وعشرين. برافو. يبقى احنا كده قياسات بتاعتنا تمام. هنبتدي ندخل في الخطوة اللي بعدها اللي هي طريقة التنفيذ. طيب هنا في طريقة التنفيذ يا شباب لابد ان انا هراعي وضع القدة بمساعدة الزاوية القائمة في موقع العمل. تمام? ليه بقى الهدف من الموضوع ده? ليه بحط الادة والزاوية القائمة? وذلك لتحديد بناء الضلع الاساسي الرئيسي والفرعي للمدمك الاول. عشان ما يحصلش خلل في الزاوية. هنشوفها كده في الايه? في الرسم الموضح. ادي الرسم الموضح. الادة الاولى بتمثلي الضلع الرئيسي. الادة التانية بتمثلي الضلع الفرعي. واسناء التنفيذ هتشوف ويحن وضعين الادة اللي هي ما بين الادتين هنحط الزاوية الخشبية. اللي هي الزاوية قائمة. عشان ما يحصلش انحراف في الزاوية. ماتفاجئش ان هي انا ببني حائط زاوية قائمة. متقابل على شكل زاوية قائمة. وابفاجأ ان الزاوية في انحراف فيها سواء حدة او منفرجة يبقى اصبح في خلل عندي في هذا التمرين والتمرين يبقى في خطأ طيب هنبتدي بيقول لي البد طبعا ده كده شرح بمبسط لخطوات التنفيذ احنا ان شاء الله خطوات التنفيذ هنشرحها كده عملي واحنا شغالين بخطوة خطوة طيب هو هنا بيبتدي الاول الضلع الرئيسي بيبنيه بمحاذاة الادة وبعد كده بيبتدي يكمل في الضلع الفرعي يبقى هو كده نفذ الضلعين طيب مع مرعاة انت شايف كده في الصورة هو حاطط لك ميزان المياه اللي هو روح الكسوية ليه الهدف منه ايه الهدف منه زي ما شرحنا في ضبط الادوات قبل كده انه بيزبط لي المستوى الافقي بدون ميزان المياه يبقى انا عندي خلل في المستوى الافقي ما ينفعش اشتغل ولازم ميزان المياه يكون مزبوط كويس جدا ما يكونش فيه خلل طيب كده اصبح ان انا انتهيت من بناء المدمك الاول من خلال بناء الضلعين الضلع الرئيسي والضلع الفرعي طيب هي الخطوات اللي بعد بناء المدمك الاول لابد ان انا اتأكد طبعا من ضبط البدمك الاول وباملة اللحمات الرئيسية بتاعته كويس جدا وابتدأ اقول يتم بناء المدمك الثاني بعمل الترويسة لكل ضلع فتوضع ترويسة المدمك الثاني الرئيسي اساسي طبعا الضلع الرئيسي ده اساسي بالنسبة لي ثم توضع ترويسة المدمك الفرعي وتكون ترويسة الزاوية مشتركة بين الاساسي والفرعي طيب ايه الشرح بتاعة الكلام ده احنا اسناء تنفيذ العملي ان شاء الله هنوضحه كويس جدا ان انا قبل ما بشتغل في بناء المدمك بتاعي اللي هو مكون من ضلعين لازم اراعي ان انا ببتدي بقوالب الترويسة تعريف قوالب الترويسة هنرجع برضو نعرف هتلاقينا كل حاجة بنأكد على التعريفات عشان في بعض الطلبة واحنا اسناء شرح التمرين بيخفل تعريف المصطلح فيبقى هو مش فاهم يعني ايه قالب ترويسة هنقوله تاني قالب الترويسة هو القالب الموضوع في نصية الحائط يبقى القالب اللي بيوضع في اول المدمك او نصية الحائط ده قالب الترويسة بالنسبة لي طيب هنشوف بقى شكل المدمك التاني بعد الانتهاء من بنائه تمام؟ الكلام ده هنوضحه في خطوات التنفيذ ان شاء الله طيب يتم بناء المدمك السالس والرابع وهكذا بنفس الطريقة وتكون هزي المدميج بنفس خطوات المدمك الساني يعني انا في المدمك الساني قلنا بنوضع او بنبني قوالب الترويسة قبل ما بابني القوالب الداخلية بناء عليه بازبط شغلي يبقى انا لو ابتديت ابني المدميج المتبقية لغاية الارتفاع المطلوب يبقى باشتغل بنفس الاداء بتاع اه المدمك الساني زي ما اشتغلت عملت في المدمك الساني الثالث برضو بوضع قوالب الترويسة الرابع نفس الحكاية يبقى قوالب الترويسة وبعد كده تكميلة البناء الكلام ده ان شاء الله هنوضحه في الفيديو الموضح للعمل طيب كده احنا اصبح وصلنا للفيديو الموضح للعمل وهنبتدي اه نوضح كده نشرح بيوضح لي الاول على الارض ابعاد التمرين انا كأن انا كده ايه برسمها على الارض بتبشير وبقياس بقيس هو بيقول لي السمك اتناشر سانتي يعني نصف قالب تمام والضلع الاخر برضو اتناشر سانتي نصف قالب طيب الاطوال بتاعتي هو محددها لي بقياس المتر مية تسعة وعشرين سانتي في مية تسعة وعشرين سانتي يبقى انا الضلعين واضحين في الابعاد وموجودين على طبيعة ارض العمل كده بالنسبة لي جاهز لان انا ابتدي خلاص انا القياس مش محتاجه تأكدت منه وعملت علام على الارض بابتدي ان انا اشتغل اوضع قالب الترويسة الاول اول قالب في النصية واخر قالب في النصية الاخرى ده كده على الضلع الرئيسي واضح كده طيب هقف كده لا لابد ان انا وضعت وبنيت المدمج الاول الترويسة الاولى والترويسة التانية هراعي ان انا ابتدي اجيب الادة واجيب ميزان المياه اللي هو روح التسوية وابتدي اوصل ما بينهم طبعا بيزبط قالب الترويسة بالزبط على طبقة المونة تمام خلاص هو اطمئن ان الابعاد بتاعته مزبوطة عايز يطمئن لعملية الضبط بتاعته هل هيجيب بقى الادة وميزان المياه بيبتدي اتحرك ينقل الادة وميزان المياه بالزبط بيربط سطح الافقي ما بين القالب الاول والقالب الثاني لنصية الحائط طيب بيبص كده الفقاعة بتاعت ميزان المياه لو فيه اي خلل في الافقي بيبتدي يزبط قبل ما يبني ايه القوالب الداخلية طيب هو تأكد تماما ان الافقي مزبوط تمام طيب هنعمل النصية قالب النصية للضلع الفرعي هيكون نصف قالب بقى هو كده اتجه على ايه على نصف قالب وهبتدي يزبطهولي فوق طبقة المونة اللي احنا عاملينها بالاسياخ وزبطينها تمام هو كده اطمئن لان دي الترويسة التالتة للضلع الفرعي او للضلعين مع بعض انا عندي كده تلت قوالب ترويسة تمام بيبتدي برضو القدة وميزان المياه نفس اللي عملناه في الضلع الرئيسي هنبتدي نشتغل عليه في الضلع الفرعي يبقى انا لابد اتأكد خلاص هو عملت عملية التأكد هيبتدي ان انا خلاص ابتدي شديد الخيط ما بين القوالب وابتدي ابني القوالب الداخلية انا عندي طول على الوجهة خمس قوالب في عندي قوالبين في الاول وفي الاخر يبقى هبتدي هروس البناء بتاعي على طبقة المونة من خلال وضع تلت قوالب داخلية وترك الحام صنطي بص احنا هو كده بيبين لك بيوضح لك النفس مقاس القانب ده هنبتدي على بعد صنطي نبتدي ان احنا نبني القوالب الداخلي جميل جدا برضو على بعد صنطي صنطي اللي هو الحامل عرموس ما بين القالب والقالب اللي هو تعريف لحامل عرموس اللي اتكلمنا عنه قبل كده وقلنا هو اللحام الرأسي المجاور بين القالب والقالب المجاور له طيب كده هو خلاص خلاص لي الضلع الرئيسي بطول خمس قوالب تمام كده اصبح كده الشكل بتاعي جميل جدا طيب يبقى احنا كده هنبتدي نشتغل في الضلع الفرعي اللي هو انا بادئ بنص من هناك وبادئ بنص من الطرف الاخر طيب هو جاب لي الاوالب المفروض ان انا عندي هرص اربع قوالب زائد نص في الاول ونص في الاخر هيديني الطول بتاعي اللي هو خمس قوالب هو كده بنالي القوالب الاول من الاربعة الداخليين طيب هو بيزبط ايه بيزبط عملية الصنطي وبينقل نفس مقاس القالب بينقل لنفس مقاس القالب بحيث ان بيكرر كده تلات قوالب احنا قلنا اربعة تمام بحيث ان انا نهي طول بالزبط عندي خمس قوالب شامل النص في الاول والنص في الثاني الاخير كده خلصنا الضلعين لابد ان انا جيب الزاوية قائمة سواء خشبية او من الالمونيوم وابتدي اوضاعها ما بين الضلعين بعمل عملية ضبط كويس جدا وتأكد ان الضلعين زاوية قائمة من خلال الزاوية الخشبية اللي انا شغال بيها بازبط الزاوية كويس جدا وعلى مياه لي خالص وتأكد ان الضلعين مفيش انحراف ضلع عن ضلع اخر جميل جدا. كده اصبح ان انا متأكد من دقة الزاوية القائمة على زاوية تسعين درجة. طيب كده خلاص اصبح ان احنا انتهينا من المدمك الاول لابد ان انا قبل ما ابني المدمك الثاني هراعي ان انا في التنفيذ في عندي لحمات رأسية بابتدي اعمل عملية مال اليها او حشو اللحمات. بحيث ان ما يكونش فيها فراغات وابني المدمك الثاني فده يبقى خطأ او خلل في المدمك اللي انا انهيته او في الحائط. تمام? طبعا بنقل باستخدام المصطرين. الكلام ده بيبقى باستخدام المصطرين. سمك الصنطي اللي هو لحم الرأسي او لحم العرموس. كده انا خلصت اللحمات بتاعت الضلع الرئيسي. تمام? طيب. بابتدي اخلص نفس اللحمات. انهي وفنش كده. دي عمليه التفنيش اللي هي ملء اللحمات الرأسية. احنا شغالين كده على ايه? على الضلع الفرعي. بابتدي باستخدام طبعا المصطرين. والمصطرين وانا شغال بشيل الزوائد بتاعتي. وممكن مسموح لي اثناء ما انا ببني ان انا ممكن ان انا ايه? اضع اللحم العرموس على القالب اثناء البناء. طبعا كده خلاص احنا بنفنش المدماك الاول. بالنسبة لملء اللحمات الرأسية او ما يطلق عليه لحمات العرموس. تمام كده? كده فضل لنا لحم واحد بس. يبقى احنا كده نهينا المدماك الاول. كده خلاص المدماك الاول بالنسبة لنا اتعمل عملية ملء العرميس. وضبطه قبل قبل ملء العرميس طبعا بضبطه بالزاوية قائمة. خلاص كده اصبح ان انا بفكر بقى في بناء المدماك الثاني. اول حاجة بالنسبة لي طبقة المونة اللي هي من اعلى باستخدام الاسياخ زي ما قلنا. سمك قد ايه? سمك سانتي. كل اللحمات عندي سواء لحم رأسي عرموس سانتي او لحم المرقد اللي احنا عملناه حاليا دلوقتي اللي هو لحم الافقي بنطلق عليه لحم المرقد. ده لحم سانتي برضه. طبعا انا بازبط طبقة كلها باستخدام الاسياخ. تمام? طيب كده زي ما قلنا وشرحنا في خطوات التنفيذ. قلنا لما باجي هشتغل في المدماك الثاني لابد ان انا اوضع قوالب الترويس الاول. ده كده قالب الترويسة لنصة الايه? التمرين اللي احنا شغالين عليه. طيب ده قالب الترويسة في الطرف الاخر. فاضل عندنا الترويسة التالتة اللي هي طالما القالب تحت في المدماك الاول شناوي. يبقى هنبتدي بنص. هو هنا هيجيب لي نصف القالب. وهيبتدي يوضع لي النصف القالب عشان طبعا الاول زي ما قلنا بازبط بميزان المياه والقدة. تمام? قبل ما بتجه للضلع الاخر. طيب تأكدت منه خلاص? يبقى انا هبتدي اوضع النصف القالب في الضلع اللي هو على الوجهة. طبعا هو بيتأكد بيعمل لي عملية التأكد كويس جدا لان دي خطوات مش هينفع ان احنا نخفلها عشان اتأكد من ضبط المدماك او الصف اللي احنا بصدد البناء ليه. طيب كده فاضل لي الترويسة التالتة اللي هي نصف قالب. طيب. شكل النصف قالب بالنسبة لنا ابعاده اتناشر سنتي في اتناشر سنتي. هبتدي هاخد النصف قالب. تمام? من نفس البعد هو بيقول لك ان نفس الترويسة اللي احنا واخدينها قبل كده زيها بالضبط. تمام? وبزبطها مع النصية. بتأكد ان القالب ماشي مع حفة النصية بالضبط. تمام? الاول عملية الضبط. انا باخد نقطة نصية القالب مع نصية حفة المونة بالضبط. خلاص كده بالنسبة لي. انا اصبح ان القالب او نصف قالب الخاص بالترويسة مزبوط مع نصية الحائط. بيديني الشكل الامامي. وهبتدي ان انا عايز ابني المدماك الثاني. خلصنا الترويسة. هبتدي ان انا اشتغل على ان انا الاول هزبط بالقدة ومزان المياه. عشان ما يكونش عندي في في قالب الترويسة آآ قالب اعلى من قالب في الضبط الافقي. طيب زي ما عملنا في الضلع الفرق وعملين في الضلع الايه الرئيسي. بنبتدي نراجع ميزان المياه والقدة. في ضبط تام يبقى ابتدي اه اشتغل في بناء القوالب الداخلية. اللي هو هيكون عندي انا واخد بدء بنصف في الاول ونصف في الاخر. يبقى انا عندي اربع قوالب في ما بين قوالب الترويسة اربع قوالب سليمة. هبتدي هشتغل البناء بالنسبة للقوالب. اللي هي تكملة بناء القوالب مع ترك لابد ان انا هترك سنتي بالزبط اللي هو لحام العرموس. هو هنا طبعا وضع للقالب. وبيبتدي هيحرك لحام عرموس زي ما احنا نشوف كده. ويبتدي يذكرني يقول لي لا. راعي ان انا عندي لحام عرموس بالزبط اللي وصنتي. هبتدي الاول اوضع لحام العرموس. وبعد كده ابتدي وضع القالب. اللي احنا قلناه قبل كده ان انا ممكن اوضع لحام العرموس على القالب قبل البناء. على القالب ذاته. زي ما شرحنا في فيديوهات قبل كده في الحوائط المستقيمة. كنا استعانا في فيديوهات عملية في التنفيذ. وشرحنا لك ازاي اوضع طبقة المونة. طيب يبقى انا كده خلاص اه وضعت الصنت بتاعي. تمام. بابتدي اسحب القالب نفس الشكل بتاع القالب وامشي مع نصية لحام العرموس. تمام? طيب. يبقى انا هكمل نفس الشكل تكملة القالب. بالنسبة لي. هيبقى التكميلة. انا عندي قولنا في الداخل اربع قالب. وضعنا منهم. بنينا منهم قالب. متبقي سلاس قالب. شاملة اللحمات. يبقى انا كل ما بين كل قالب وقالب لحام عرموس. هو نفس اللي عمله هناك. هيبتدي برضو يأكدلي على لحام العرموس. هيقول لي ما انساش الصنتي بتاع المونة. طبقة المونة الرأسية. كده هكمل بناء القالب مع ترك مسافة صنتي اللحام الرأسي. تمام? هيبتدي يظهر لي كده ان انا وانا بابني ممكن اوضع اللحام على القالب. زي ما شرحنا قبل كده في فيديوهات عملية. تمام? كده اصبح ان هو بينهي لي. بيعمل لي عملية انتهاء من القالب الداخلية للمدماك الثاني على الضرع الرئيسي. اللي هو على الوجهة. خلاص خلاص لي. شاملة اللحمات الرأسية. طيب فاضل الضرع الفرعي. ضلع الفرعي ينقصه ادي ايه? ثلاث اوالب. لان انا بادئ بقالب ومنتهي بقالب. وطول التمرين كله خمسة. يبقى هطرح كده من الخمسة اتنين قالب اللي هم الترويسة هيتبقى لي خمس اوالب في الداخل. نفس اللي عملنا في الضلع الرئيسي. هنشتغل عليه في الضلع الفرعي بالنسبة لنا. هناخد اللحام اللي هو الرأسي مع القالب. تمام? وهنبتدي نوضع اول قالب في قالب للمدمك الثاني في الضلع الايه الفرعي. كده شباب انتم منتبهين معانا كده. فاضل قالب واحد بس. تمام? واصبح انهيت الضلع الفرعي والمدمك الثاني. يعني الضلع الفرعي ده المكمل للمدمك الثاني. طبعا فاضل للحام رأسي. بام لا. يبقى انا عندي كده التمرين بالنسبة لي. خلاص اصبح ان المدمك الاول انتهيت منه. المدمك الثاني انتهيت منه. يبقى اه الشكل بتاعي فاضلي في الارتفاع عدد ست مدميك. مش محتاج بقى في المدميك اللي بعد كده ان انا اشرح واكمل ان انا هبتدي في الناصية بترويسة. لا انا هاخد شكل المدمك كله وهشرح لك ازاي بناءه. احنا دلوقتي اه لابد ان احنا شرح تفصيلي هنتكلم عنه وهنوضح قبل ما نكمل هنوضح بس نقطة بسيطة قبل عملية التكملة. احنا شباب اه شرحنا وقلنا ان انا عندي ارتفاع ست مدميك. الست مدميك في عندي مدمك اول ومدمك ثاني في تفصيلة الرسم. في اختلاف ما بينهم في قطع اللحام. يبقى انا عندي المدميك الفردية بتكون الاول والثالث والخامس. تمام? طيب المدميك الزوجية الثاني. تمام? والرابع والسادس. برافو. يعني واحد وثلاثة وخمسة دول متشابهين في شكل رصة القوالب وشكل اللحابات. تمام? عكسهم تماما المدمك الثاني والرابع والسادس اللي هم المدميك الزوجية. الكلام ده ان شاء الله هنشوفه برضو نكمل بقية الشرح ونشوفه كده معانا بحيث ان يوضح بالنسبة لك. هنبص كده. هو جاب لي ما يشابه المدمك الاول بالزبط. وطبعا خطوات التنفيذ اللي احنا اخدناها ازاي المدمك او الصف بشتغله. نفس شكل المدمك اللي هو الاول هو التالت. اللي هو يعني اصبح انه هو دلوقتي بيبنيه للمدمك الثالث اللي هو مشابه للمدمك الاول. تمام? طيب. كده اصبح انه هو اه يعني في عندي تطابق ما بين المدمك الاول والثالث. لو انا هشتغل المدمك الرابع هيبقى مشابه ليه? للمدمك الثاني. قلنا المدميك الزوجية زي بعض والمدميك الفردية زي بعض. طيب. هو هنا عايز اشتغل المدمك اللي هو الرابع عايز يبدأه. فهيجيب لي طبقة المونة. تمام? مع طبقة المونة الوفقية طبعا. مع المدمك الرابع اللي هو مشابه للايه للتاني. طبعا عملية الموضوع سهل بالنسبة لنا. هي نفس الخطوات اللي احنا نفزناها. هيبتدي انه هو نشتغلها زي ما نفزنا المدميك الاول والثاني. طيب. هيبتدي اخد طبقة المونة. باستخدام الاسياخ طبعا. احنا في فيديوهات عملية. كنا شرحنا ازاي نفرد المونة باستخدام السيخ المبطط اللي هو سمك سنتي في سنتي. بيبقى سيخ من الحديد. وبفرد عليه المونة. خلاص كده انا فردت مونة المدمك الرابع. هبتدي ان انا اجيب المدمك الايه? الساني. نفس شكل المدمك الثاني. تمام? لانه قلنا المدميك الزوجية زي بعض والزبط. ابتدى حرك المدمك. طبعا اختصارا بس للوقت. احنا قلنا المدمك الثاني زي ما شرحناه. الترويسة اللي في الاول والترويسة اللي في الاخر. وبابني ايه القوالب الداخلية. كده نفس الخطوات انا خلصت المدمك الرابع. طيب هنبدأ في الخامس. قلنا الخامس فردي. يبقى زيه زي الاول والتالت. هو بيعمل لي اشارة كده. لشكل المدميك. بحيث ان انا فرق منهم لانها ما ينفعش لازم اعمل عملية قطعة. حل للحامات. ما ينفعش لحامات تقع فوق لحامات اخرى. فيبقى انا هجيب للمدمك الخامس ما يشبه الاول او الايه? التالت. هاخد كده شكل المدمك الاول او التالت. وهبتدي انافزه في المدمك الخامس. هيبقى فاضل لنا من الارتفاع الخامس والسادس. تمام? هو برضو بيقول لي طبقة المونة بتسبق المدمك بالكامل. فبيبقى طبقة المونة اللي هي الافقية. زيها بالزبط. ببتدي اعمل لها عملية رفع. تمام? وببتدي اضاعها مع القوالب. ده كده بيزبط الاول للنصية بتاعته. تمام? لو هنبص كده للخامس اللي هو رفعه. وبناه مشابه بالزبط اللي الاول والتالت. فاضل لنا المدمك الاخير اللي هو السادس. هو بيقول لي مشابه للتاني او الرابع. نفس شكل المدمك الرابع. هبتدي ارفعه. طبعا انا مجرد ان هو بيديك اشارة ان هو نفس الشكل. هبتدي ارفع زي وبالزبط. يبقى انا كده اصبحت نهيت عدد الست مدمك. قلنا الاول مشابه للتالت للخامس. التاني مشابه للرابع للسادس. طيب الخطوات الاخيرة في انهاء التمرين لابد ان انا هراعي ان انا هزبط الرأس بتاعي باستخدام ميزان الخيط. طبعا ميزان الخيط ما ينفعش يزبط لي اقل من عدد اربع مدميك. لان الارتفاع بتاع الخيط بتاعي او السوق مش هيسمح لي بعدد مدميك اقل من اربعة. لأ انا عندي هنا ست مدميك. هيبقى سهل ان انا اجيب ميزان الخيط. تمام? وان انا اقدر ان انا ايه? ازبط الرأسي من الجهة الاولى. اتأكد من عملية الزبط باستخدام ميزان الخيط. اه والسوق. واهم حاجة ان انا اتأكد ان الضبط الرأسي مزبوط. طب يبقى الناصية الاولى. زبطناها وتأكدنا منها. الناصية التانية. تمام? برضو نفس العملية الضبط. والناصية الاخيرة بالنسبة لي. برضو بجيب ميزان الخيط. وببتدي اضع ميزان الخيط. وتأكد من عملية الضبط الرأسي. طبعا عملية التأكد دي مهمة. لان من خلالها هاعرف ان الرأسي بتاعي مزبوط. بحط البكرة الخشبية بتاعت ميزان الخيط على وجه القالب. والسوق اللي يكون مساوي تماما للبكرة الخشبية اللي هو نفس القيمة. ما يبقاش منحرف لا هو خارج عن القوالب ولا هو ضاغط على القوالب. يعني خابط في القوالب لا ما يش هينفع. دي عملية الضبط بتاع ميزان الخيط. كده اصبح ان انا عندي الضبط الرأسي باستخدام ميزان الخيط. اصبح ان انا نفست التمرين بطريقة ممتازة. وانهيت عملية التمرين. طيب. كده بالنسبة لي يعني اصبح ان احنا نهينا اللي هو التمرين اللي هو حائط متقابل. على شكل زاوية قائمة بسمك نصف قالب في نصف قالب. وبطول خمس قالب في خمس قالب. وبارتفاع ست مدميك يعني اتنين واربعين سانتي. اصبح ان احنا كده نهينا التمرين بنفس المواصفات. وفي نهاية التمرين تأكدنا من عدة اشياء هنأكد عليها. اول حاجة ان المدميك الفردية زي بعض ومتشابهة تماما. المدميك الزوجية زي بعض ومتشابهة تماما. طيب. الضبط الافقي مزبوط من خلال الادة وميزان المياه. برضو اثناء التنفيذ اكدنا على الكلام ده. اخر حاجة بالنسبة لي اتأكد من عملية الضبط الرأسي اللي هو باستخدام ميزان الخيط. اللي هو بيزبط لي رأسيات التمرين او الحائط. طيب كده خلاص نهينا اه التمرين الاول. كده احنا بنبتدي نشرح في التمرين التاني من خلال مخرج الحوائط المتقبلة على الطريقة الانجليزية. طيب هناخد مواصفات. نبص كده مع بعض. مواصفات التمرين الثاني. هنا مواصفات بيقول لي خطوات تنفيذ بناء حائط متقابل على شكل زاوية قائمة. سمك ايه بقى? سمك قالب في قالب. تمام? طيب. هنا تنفيذ الحائط المتقابل مع اخر. عندما اخر يبقى ضلعين. هو كده بيذكر لي ضلعين. بطول خمسة قالب في خمسة قالب. تمام? طيب. وسمك قالب في قالب على زاوية تسعين درجة. يبقى نفس الزاوية قائمة احنا شغالين عليها. وبارتفاع ست مدميك يعني اثنين واربعين سنتي. زي ما شرحنا في التمرين السابق. وشرحنا سمك المدمك اللي هو سبعة سنتي. برجع اتأكد منه من خلال ضرب عدد المدميك. في سمك المدمك الواحد هيديني الاثنين واربعين سنتي بتوعي. طيب مطابقا للرسم. يبقى هنا برضو اول خطوة هنعملها زي التمرين السابق. هنبتدي ندخل على معايير الاداء بتاعتي. الاول هنشرح معيار معيار. احنا خدنا مواصفات التمرين. الاول نبتدي ننفذ المعايير من خلال برضو اتباع قواعد الامن والسلامة والصحة المهنية. طيب. قراءة المصطلحات الفنية. احنا كده بنوضح المعايير الخاصة بهذا التمرين. تجهيز العدد والادوات والخامات اللازمة. جميل جدا. طيب. بعد كده تحديد نسب خلط المونة المستخدمة طبقا لنوعية الاعمال. زي ما قلنا اذا كان الحائط يستدعي اكبر من سمك قالب. يبقى انا بشتغل على المتر المكعب. لو هو اقل من قالب يعني الحائط الوحيد اللي هو نصف قالب بشتغل على المتر المسطح. ده ان شاء الله في الخامات هنوضحه. طيب قراءة الرسومات. قلنا قبل ما بنبتدي ننفذ في التمرين براجع الرسومات التفصيلية. ينفذ بناء الحائط المتقبلة انواعها. خلاص انا انهيت الخطوات السابقة. بخش في عملية التنفيذ اللي انا هشتغل بيها. طبعا انا خلاص ابتدي ان انا تعرفت على المعايير كلها. هبتدي امسك معيار معيار. ولابد ان انا ما تخفلش عن اي يعني ما اعملش عملية تغافل لمعيار. لان الكلام ده هيقاس عليه العمل اللي انت هتنفذه. طيب مهمات الوقاية واحنا شرحناها في التمرين السابق. وقلنا انه هم اربع مهمات الخوزة والقفازات والافرول وحزاء السلامة. الشكل بتاعهم موضح زي ما تعرفنا عليه في التمرين السابق. العدد والادوات. نفس العدد والادوات اللي احنا قلنا عليها. القدوم البناوي تمام. عندي الزاوية قائمة سواء زاوية خشبية او زاوية من الالمونيوم. عندي متر قياس. عندي ميزان المياه اللي هو روح التسوية. دليل الخيط. خيط اه اللي هو ميزان الخيط. اللي هو بنسميه ميزان الشغول. تمام? اداة التكحيل. المصطرين بنوعيه. تمام? المهزة. القصعة. اه العربة اللي هي البرويتة اللي بتنقل لي خمات. طيب. يبقى اصبح ان انا بالنسبة لي كده بجهز بقى اجهزة العدد بجهز الخمات. زي ما قلنا الطوب. طيب الرمل. الاسمنت. طيب. اصبح ان انا بالنسبة لي الاسمنت وعندي جير لو انا هشتغل مونة تدريبية. يبقى اصبح ان احنا دلوقتي تكلمنا اه اليوم وشرحنا التمرين الاول من مخرج اه الحوائط المتقبلة. اللي هو يدبع وحدة اعمال البناء بالطوب على الطريقة الانجليزية. طبعا يا شباب الخطوات اللي احنا شرحناها. عايزين ان شاء الله ان احنا نكون مفاهمينها كويس جدا. عشان نقدي اداء كويس. اه في كل الاعمال الخاصة ببناء حوائط المستقيمة او المتقبلة على الطريقة الانجليزية. طبعا ان شاء الله في الحلقة القادمة هنشرح المتبقي من التمرين الثاني. اللي هو حائط متقابل على شكل زاوية قائمة. سمك قالب في قالب. وان شاء الله نلقاكم على خير في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.